كنا من الكلمة على المثال الشعبية وقال لك إيه؟ لا تزم ولا تشكر إلا بعد سنة وستة شهر شمعنا ستة شهر ما عرفش بس هو سنة وستة شهر هو مثل شعب بس خلينا يعني في ناس بتستعجل فترة الخطوبة خمس ستة شهر خمس ستة شهر دي هتلاقي ناس ما خرجتش أربع خمس خروجات ما تحطتش تحت ضغوط ومواقف قادرة بين العشرة اللي ما بيني وبينك وعرف أنت بالنسبة لي إيه وأنا بالنسبة لك إيه صح؟ فقلينا نقول إن هي أقلها سنة وما تزدش عن سنة ونص كمان؟ أوه ما تزدش عن سنة ونص عشان ما نبدأش نخش في حدة المشاكل ألا أنت ما تخليش نخش في المشاكل عشان تخلصها؟ ما هو في حاجة إحنا دلوقتي لما نكتشف إن في مشاكل يبقى إحنا مش قادرين نتكمل مع بعض يبقى بنعمل استوب والعلاقة بتنتهي طب ما ده أحسن ما نتجوز وبعين نكتشف إن إحنا مش قادرين نكمل مع بعض ما هو عسب الطرفين يعني مثلا إيه؟ واحدة بتبقى مخطوبة ما هو دايما الست هي دايما اللي بتشيل الجزء السلبي ده بتاع العلاقة دايما هي مخطوبة وبقى لها مثلا ست سبع شهور هي طبعا ما فيش احتكاك وما فيش إن هما بيتقابلوا كتير وما فيش تجمعات أسرية كتير كلام تلفونات زيك عامل إيه أخباري فهم ما يعرفوش عن بعض حاجات كتير طب ما أنا هقدر أكتشف المواقف إزاي؟ ماشي ما إحنا خلاص ما إحنا عامنا سنة ونص تمام نبدأ بقى هما بياخدوا القرار إن إحنا عايزين نتعايش مع بعض ممكن ناس بعد شهرين تلاتة بعد اللحفة الأولينية هي بتاعة الجواز بقى والفصالة بيض والراحة والأنتخة بتاعة شهر العسر والكلام ده بتبدأ حدة المشاكل تبدأ من هنا في ناس يعني حالينا نقول أنا مش نوع إيه دكتور حرج بس عشان عند النقطة دي عشان نخرج من الخطوبة نروحها الجواز حرج بتقول إنه لا ينصح بي إنه فترة الخطوبة تبقى سنة ونص عشان وقتها المشاكل هتظهر آه مشاكل كتير هتظهر لما تخليها هتظهر عشان لما تظهر قادر أختبر لقدامي لقدامي يختبرني أعرف عايش معي بمشاكله ولا معرفش وإحنا لسه على البر ما فيش مشكلة معه ده بالفراوح جايف رتفضلة الخطوبة بسنة تلات سنين معه تلات سنين دي ممكن الناس ممكن تبقى فيه ظروف أقوى من إنهم أصلا مع بعض ممكن تبقى ظروف عائلية الأسر بقى مش متفاهمة مع بعض حاجات تانية كتير أي يعني إيه أضرار الخطوبة الطويلة منهم جيت نظرك أضرار الخطوبة الطويلة بتعمل نوع من أنواع الملل في العاطفة ده راحين يتجوزوا ملل إيه ده ملل في العاطفة ملل ما يعيشوا مع بعض أعملهم أقولك حاجة كويسة فيه ناس بتتأخر في الخطوبة بسبب إن إمكانيات أحد الطرفين مش قادر إن هو يتجوز مش قادر يجيب شقة مش قادر يجهز نفسه ووظيفته الماديات بتاعت وظيفته ضعيفة جدا فكرة ده سبب من الأسباب أنا ماديا مش مقتدر ما كونت الشقة وعمل أقول طب بكرة طب بعد طب بعد شهرين طب بعد إيه اللي هيجبر الشريك الحياة التانية إن هو يستنان ما هو مش شايف مني خطوة ما دي من أحد المشاكل اللي بتبدأ تظهر فنبدأ نقلح مش هنقدر نتكامل مع بعض